اشتركوا في القناة فيتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدس أن تذكر طرق إكرام القطري لضيفه ولكن علينا ذكر القوانين الصفية والالتزام بها فيجب علينا أن نزلز جلسة صحيحة ونكون هادئين ونستمع إلى شرح المعلمة ما هذا الصوت؟ إنه صوت طرق الباب إذن فنحن لدينا ضيوف لنرى كيف أن القطري يستقبل ضيفه أولا يستقبل القطري ضيفه ويرحب به في بيته وفي مجلسه كما يظهر لدينا في هذه الصورة وأيضا يقدم القطري لضيوفه القهوة العربية والفوالة هنا القهوة العربية والفوالة ولكن أعزائكم الله ما هي الفوالة؟ لننظر إلى الصور لنستنتج معنى كلمة الفوالة يظهر لدينا صورة لفواكه وحلويات ومكسرات إذن من يخبرني ما معنى الفوالة؟ أحسنتم الفوالة هي طعام خفيف مكون من فواكه وحلويات ومكسرات يقدم للضيف أحسنتم أعزائي الطلاب وبعد أن يتناول الضيف الطعام والقهوة العربية نقوم بتطييب الضيف بالبخور والعود والعطر إذن من يخبرني أعزائي كيف أن أفراد المجتمع القطري يكيرمون ضيوفهم؟ أخبروني أولا كما يظهر لدينا في هذه الصورة الترحيب بالضيوف أحسنتم وأيضا كما يظهر في هذه الصورة تقديم القهوة والفوالة ممتازين رائعين وأخيرا ماذا نفعل؟ نطيبهم بالبخور والعود أحسنتم طلاب الأعزاء إذن عادات وتقاليد استقبال الضيوف في المجتمع القطري هي الترحيب بالضيوف وتقديم القهوة وتقديم الطعام والحلويات والتطيب بالعود والعطور أحسنتم أعزائي الأبطال كنتم رائعين وممتازين والآن سنقوم بحل تمارين الكتاب اختر الصورة التي تدل على استقبال الضيوف هيا يا أبطال من يختار لي الصورة التي تدل على استقبال الضيوف؟ نعم أحسنتم هذه الصورة تدل على استقبال الضيوف ممتازين والآن سننتقل إلى السؤال الثاني ماذا يقدم القطري لضيفه عند قدومه إلى بيته؟ ماذا نقدم له؟ هل نقدم له القهوة؟ أم نقدم له الورود؟ نعم أحسنتم نقدم له القهوة العربية ممتازين أحسنتم وبهذا أعزاء الطلاب نكون قد أنجزنا أهدافنا لهذا اليوم فشكرا لكم كنتم رائعين